طيب انا والله ما كنتش عايز الكلام في الموضوع ده بس يعني خلاص ما بقيتش قادرة اسكت يعني هو احنا ليه علشان خاطر حاجة مش عقبانة نعد ننتقدها ونعد نعلق عليها ونتريق عليها ونتنمر عليها لو في شخص معين او بنت معينة بتعمل الصرفات مش عقبانة ليه نطلع نمسح بكرامتها الارض ونطلع نتريق عليها ونعد نقلدها ونشتم فيها ونغلط فيها ونقطع فيها طب ليه؟ ليه بتعمله كده? هي لو هي وحشي زب fists بتقولوا انا مش بدفع عنها طب انتوا ليه بتعملوا كده؟ يا جماعة ما كل واحد يخلي في نفسه لو هي وحشة سيكون عندها عدد المتابعين كلها سيكون في كل الناس اللي عايزة تشوفها كلها طب انتو ليه بتعملوا كده يا جماعة كل واحد يخلي في نفسه احنا هنفضل حد امتى كلمة come over come over تسوي كلمة visit وهي معناها انك تزور شخص معين فمثلا لو في حد وحشك اوي ونفسك تشوفه ممكن تقول له I miss you so much so why don't you come over and visit me at home next week يعني انتو حشني اوي ليه ما تجيش تزورني الاسبوع اللي جاي في البيت و بس انا اسمي احمد حسن بشتغل مدرس له انجليزية و لايف كوتش استنيني كل يوم على تيك تاك و انستجرام هادم لكم فيديوهات تساعدكم تحسنوا وتقوكوا تعلموا له انجليزية بشكل افضل وكمان تتعلموا تعيش حدكوا بشكل افضل مستنيكم كيف تقوكوا بشكل افضل نعم 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 المترجمات في القرية فضلك يفعل ذلك من المترجمات الهجب المترجمات المترجمات في الوصول وكما تستخدم في الوصول ونحن نتعلم ونحن نتكلم مطلق الهجب الحديث ونحن نحن نحن من المترجمات مطلقات في compرس لأنه يتجل مجموعًا نصيحة في جوم الإنجليزي إذا أردت شيئا بشدة فأطلق صراحه فإن عادة فهو ملك لك نقولها إزاي بالإنجليز If you love something so much So let it go If it comes back to you So it's yours يعني let go معناها إنك تترك شيء اللي هي to leave something إنك تسيبه أو تبعد عنه أو تتركه قولي في التعليقات على حاجة أنت كنفسك فيها قوي وبتحبها قوي ونفسك تقى بتاعتك نستنيك